ورحمة الله وبركاته تفاصيل اعتزار الزمالك عن بطولة فراقيا لليد وأزمة القيد كشف حمد عبدالباري المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد في النادي تفاصيل اعتزار الزمالك عن بطولة فراقيا لليد وأكد خلال تصرحته أن الفارس الأبيض لا يتخل عن بطولاته مطلقا لكن سنستكمل بكل تأكيد والاعتزار ليس له علاقة بأزمة القيد وأضاف مع الوضع بالاعتبار أن اللجنة السلاسية رفضت اعتزار الكوماندوز عن البطولة وطلبت بالمشارقة ووعدت بتوفير كل المطالب المالية وأشار إلى أن قرار الاعتزار فني بسبب عدم جهزية الأبيض للتواجد حاليا ونحن نطرف ببطولة كأس السوبر الأفريقي وسنخود أيضا كأس الكوس وأشدد على أنه سيتم استلام خمس كرنيهات لـ 2004 ومثلهم لـ 2006 ويوجد مرونة كبيرة لحل الأزمة مع اتحاد اليد بساعة الأخيرة وتم اتحاد اليد طلب حل أزمة اللاعبين الذين قدموا الشكوى من أجل الحصول على مستحقاتهم وموضوع جيمس باركر الذي يستحق 108 ألف يورو بس مش عارفين إيه سبب اعتزار الزمالك من إمتى الزمالك في اليد أو في أي بطولة بيعتذر بدون إبداء أي أسباب يعني إيه أسباب فنية يعني بعد ما بدأتوا تستلموا الكرنيهات وبعد ما المشاكل ابتدت تتحل ابتدى الاعتزار عن بطولة زي البطولة الأفريقية حد يقول لنا الاعتزار ده سببه إيه؟ هل الاعتزار ده مقايدة على إنكوا تستلموا الكرنيهات وتتحل بقى المشاكل في اتحاد الكرة ما محدش عارف لغاية دلوقتي إيه السبب لما تدفع الفلوس ونعود نعاية ونقول اتحاد اليد في أزمة اتدفعت الفلوس الأزمة بدت تتحل الكرنيهات استلمتوها والأزمة تفكت كمان والتحاد الكرة بتقولوا بقى سلس معاك وبحللكم مشاكلكم حد يقول لنا السبب واحد للاعتزار عن البطولة مما ده مش طبيعي إن إحنا نعتزر عن بطولة زي دي هل في أزمات؟ هل عشان توفروا النفقات؟ يعني المستشار المرتضى منصور كان بحارب بالباع والدراع علشان يسفركوا ولو كل واحد لوحده بطائرة علشان إنتوا تيجوا تعتزروا عن بطولة بعد ما ابتدت المشاكل بتاعتك وتتحل في علامة استفهام كبير عن اللي بيحصل ده وإزاي اللجنة السلسية ترضى بكده إزاي اللجنة السلسية اللي هي مسكة كل حاجة دلوقتي ترضى بقرار زي ده اللي بيحصل ده مش طبيعي فيها الزمالك والزمالك من ساعة ما المجلس السابق استقل وهو في النازل ما فيش حاجة بتتحل إلا بيبقى قصادها مقابل فلو سمحته حد يوقف للمهازل اللي بتحصل دي الأخ بيب بيب لبيب بدل ما بيدور وبيفكر وبيرني شائعة إن احنا هنفتح حساب تبرعات أو غيره أو غيره بصوا شوية للزمالك وشوفوا مشاكل للزمالك وحلوا مشاكل للزمالك وبعدوا خالص عينكوا على الكراسي دلوقتي وعن المناصب وعن الانتخابات وعن التلمية عاديين تلمعوا فرحكم يعني مش كده يا إخوان يعني احترموا شوية النادي الزمالك فكل توفيق للنادي الزمالك إن شاء الله يبقى أحسن من الأول